أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في الحياة الوظيفية سأتحدث عن بطالتي ما بعد التخرج وسأتطرق لحياتي المهنية بين مدرب ومطور متطرقا إلى موضوع الاستقالة العمل كمدرب حاسب آلي البداية لو عدنا لموضوع التقديم على الوظائف فقد كنت باستمرار أبحث عن عمل وبشكل أساسي من خلال مواقع التوظيف ومواقع الشركات فمن مزايا الشبكة العنكابوتية أنها الطريقة الأفضل للوصول لأكبر عدد من الشركات ومن الأمور التي أشغلت نفسي فيها خلال تلك الفترة هو الحصول على عدة شهادات في تخصصي وكان مركز الاختباراتي هو أكبر وأفضل معهد تدريب في المدينة التي أسكن فيها ومن هنا كانت زيارتي للمعهد أو الشركة التي سأتحدث عنها اليوم وتعرفت فيها على البيئة وبالفعل فقد أعجبني الجو العام للشركة وبعد أيام دخلت إلى موقعهم للتقديم على وظيفة وظننت أن كونهم شركة كبيرة فبكل تأكيد سيكون لديهم قسم خاص بالبرمجة وتطوير البرمجيات وما إلى ذلك وبالفعل فقد اتصلوا بي وقابلتهم المضحك في الأمر أن ما حدث هو أنني ظننت نفسي سأحصل على وظيفة برمجية وهم يعتقدون أنني تقدمت لوظيفة مدرب حاسب آلي سألوني عدة أسئلة في المجال أجبت عليها وفي نهاية المقابلة اكتشفت أنهم يتحدثون عن التدريب وأنا بحكم فقدان الأمل من الوظائف قمت بالمسايرة وأكملت معهم للآخر لم أكن أتخيل قبل انضمامي للشركة أن أصبح مدربا أو مدرسا كوظيفة أساسية ولا بأي حال من الأحوال قد تكون وظيفة جزئية نعم ولكن تفرق وطلاب وشرح وكلام مستحيل بعد أيام أنتقل للمقابلة الثانية والتي ألقي فيها درسا مختصرا ويتم سؤالي المزيد من الأسئلة المتعمقة ثم بعد فترة أتلقى اتصالا من المعهد مفاده أنهم يريدون مني أن أنضم لفريقهم بدوام جزئي وأني سأقوم بتدريس مواد ليست من تخصصي خلال الفترة الأولى وبالفعل فقد باشرت العمل معهم وبعد عدة أشهر تعاقدت معهم بدوام كامل وصرت موظفا بشكل نظامي وبشكل كامل ليل نهار الاستمرار مع أن ما كان في ذهني أنني سوف أبقى عامين بالضبط أحقق فيها بعض الأهداف على عدة أصعدة ثم أنتقل إلى مرحلة أخرى في التدريس بالرغم من جميع الظروف والحالات تعرفت على أهمية نقل العلم والمعرفة خاصة للأشخاص الشغوفين وأيقنت تماما أهمية الدور الذي يقوم به المدرسون والصعوبات التي تواجههم درست عدة دورات بفترات متنوعة درست طلابا لشهور وآخرين لعامين كاملين قد تصدم حين يأتيك والد أحد الطلاب ليسأل عن ابنه ومستواه الدراسي وأنت لا تعلم كيف توصل لهذا الأب أن ابنه مهمل لا يحضر معظم المحاضرات وفي المقابل يأتيك والد طالب آخر ليطلب منك إذن لابنه عن محاضرة كل أسبوع لضرف صحي هام لأن ابنه لديه موعد أسبوعي لغسيل كليته والأمثلة لا تنتهي درست الكثير من فئات المجتمع بين كبار وصغار بين رجال ونساء بين مهتم ومهمل درست في مواضيع متنوعة ولم أقتصر على تخصصي وهو أمر سلبي عموما بالرغم من إيجابياته ومرت الأيام والأشهر بل والسنوات التي يصعب تلخيصها في دقائق في هذا الفيديو تقابل أناسا كل يوم حرفيا كل يوم فخلال هذه السنوات قابلت شباب من خيرة الشباب وأصدقاء لا أستغني عن معرفتهم وإن طال الزمان وفرقتنا الأيام كانت الوظيفة على دوامي أخرجوا من عملي في الساعة العشرة مساء وفي أحسن الأحوال في الثامنة مرت الأعوام من الأولى وحتى الخامسة ثم انتهت رحلتي في التدريب أو التدريس فالتسمية ليست بالأمر الهام هنا خلالها مرت علي جميع أنواع اللحظات الحلوة والمرة بل وحتى الحامضة والمالحة النهاية أعيد مرة أخرى أن الخطة كانت لعامين والاستمرار ليس بشكل كامل خيار بيدي على العموم من المهم جدا أن تكون مرتاحا في بيئة العمل والراحة تأتي من عدة جوانب وتذهب كذلك من عدة جوانب فأي الجوانب سترجح؟ وأي الجوانب أقوى؟ لدي ملف بإسم معصب من المعهد أنشأته لأذكر نفسي في حالة ترددي في حالة الاستقالة وعندما وصلت معي الأمور إلى نهاياتها ووصلت حدي في التحمل استنفرت في البحث عن بديل في ظروف صعبة على عدة أصعدة وسأتحدث المرة القادمة إن شاء الله عن صعوبات الاستقالة لكن ولله الحمد والمنى فقد يسر الله جميع أموري وهيأ لي جميع أسباب التيسير وتركت عملي وانتقلت بفضل الله للأفضل للحديث بقية بإذن الله ولا تنسوا مشاركتي بآرائكم وتحياتي لكم